سواء كان الزوجان يحاولان الإنجاب أو يأملان في تجنب الحمل فإن الانتظار لمدة أسبوعين بين التبويض واختبار الحمل الإيجابي أو السلبي يمكن أن يكون مرهقا عاطفيا بينما تجد بعض النساء أنهن لا يعانين من أي أعراض للحمل المبكر على الإطلاق فإن أخريات يعانين من الغثيان والتعب والتهاب الثدي ومجموعة من علامات الحمل المبكرة الأخرى فهل ألم الظهر من علامات الحمل؟ الجواب هو نعم ألم الظهر هي إحدى أكثر أعراض الحمل شيوعنا وغالبا ما يظهر ألم الظهر قبل الدورة الشهرية ويمتاد طوال فترة الحمل وتجد العديد من النساء أن ألم أسفل الظهر يبدأ بعد أيام قليلة من الحمل بينما لا تعاني منه أخريات إلا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل في العديد من الحالات يكون الشعور بألم الظهر من العلامات الأولية التي تدل على حدود الحمل وفي الحقيقة يعز الشعور بألم الظهر خلال الحمل إلى عدة أسباب منها التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال هذه الفترة والتي تهدف بشكل أساسي إلى إرخاء الأربط والمفاصل الخاصة بالحوض لتحضير الجسم للولادة ومن الأسباب الأخرى التي تفسر الشعور بألم الظهر خلال الحمل تغير مركز جاذبية في الجسم والذي يحدث عادة عنه عند تقدم الحمل وهذا ما يتسبب بتغيير المرأة لوضع جلوسها ووقوفها وحركتها الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ وضعيات خاطئة في الغالب مسببا للشعور بألم الظهر ومما لا شك فيه أن زيادة وسن الجنين مع تقدم الحمل يسبب ألم الظهر وأخيرا يعد التوتر وتعرض للإجهاد العاطفي بالإضافة إلى الإنحناء والوقوف لفترات طويلة من العوامل التي تزيد ألم الظهر سوءا وخاصة أثناء الحمل وهناك العديد من الأعراض الأخرى التي تدل على حدوث الحمل في مراحل المبكرة ومن هذه الأعراض أولا غياب الدورة الشهرية مع احتمالية حدوث التنقيط والمغس المرافقين لانغراس البويض المخصبة في بطانة الرحمة ثانيا خروج إفرازات مهبلية بلون أبيض وقوام حليبي نتيجة زيادة سمك جدار المهبل في مراحل أولى من الحمل ثانيا الغثيان التقيئة رابعا الشعور بالثقل في الثدين وزيادة في حجمهما واحتمالية الإحساس بالنغز أو الألم فيهما وخاصة عند لمسهما ويجر بالذكر أن الحمل قد يسبب تغير لون المنطقة المحيطة بالحلمات لتصبح أغمق خامسا الشعور بالتعب والإعياء العام سادسا كثرة التبول يمكنك منع آلام الظهر أو تخفيفها خلال فترة الحمل ولتحقيق ذلك يجب مراعاة بعض الأساليب للتخلص من آلام الظهر أثناء فترة الحمل أولا عند رفع شيء صغير اجلسي في وضع القرفساء ثم انهضي بدع من الساقين لا تنحني عند الخسر أو تنهضي مستعينة بظهرك ثانيا النوم على جانبك استلقي أثناء النوم على جانبك وليس ظهرك احرصي على ثاني إحدى الركبتين أو كلتينهما يمكنك التفكير في استخدام وسائل الحمل بين ركبتك المثنيتين وتحت بطنك وخلف ظهرك ثالثا جرب السخون والبرودة والتدليك رغم أن الأدلة الداعمة لفعيلية هذه الوسائل محدودة إلا أن التدليك أو وضع كمادة تسخين أو كيس فلج على ظهرك قد تفيد اشتركوا في القناة